ومما لا شك فيه أن هذه الثورة أعطت ضوء الأخضر لدور مصر الريادي الإقليمي وفي محطها وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي كان لها تأثير كبير جدا على ثورات التحرر وحركات التحرر في الأفريقية والعربية وغيرها وكانت علاقة قوية جدا ظهرت وتجلت بوضوح في هذه الثورة ما بين الجيش والشعب كان لها انعكاسات هذه الثورة كبيرة جدا على أوضاع مصر الاقتصادية سواء بقى طبعا هنا نتكلم على النواحي الصناعية شفنا توسع في إنشاء مصانع بالإضافة أيضا إلى النواحي الزراعية توسع في مساحات الأراضي المنزارعة أكيد فكرة كمان قانون إصلاح الزراعية شازلي اللي حصل فيه نوع من أنواع التعادل بالنسبة لمختلف الفئات يعني كان فيه فئة مسيطرة على الأراضي الزراعية لفترة طويلة جدا وكان العامل لا يملك قوت يومه أو الفلاح كان أجير لا يملك قوت يومه تحول الفلاح الأجير من شخص لا يملك قوت يومه لمالك للأراضي تم توزيع الأراضي الزراعية بعد قانون إصلاح الزراعي وتعويض أصحاب الأراضي دي ووجود قانون بملكية الفرد لمية فدان والأسرة بتزياد عليها 50 فدان بحق انتفاع لفترة البعدها وتم توزيع الأراضي المختلفة على الفلاحين بتتراوح ما بين 2 فدان لخمسة فدان بأجور عادلة جدا أو بأقصات عادلة جدا بنسبة فوائد بتتناسب مع سعر الأرض في نفس الوقت وبتقصيد أكتر من 30 عام فإحنا بنتكلم على إن ما كانتش حتى الموضوع متوزع كهبة يعني أو كهدية لا الناس تعبت وشئية فيه فلوس الأرض اللي هي تملكتها إدتهم نوع من أنواع الإحساس بالأمان والانتماء أكتر لأنه بقى حاسس أنه هو بيزرع في أرضه طيب بعد مرور بقى 71 سنة على هذه الثورة الثورة اللي غيرت التاريخ مش بس في مصر في المنطقة كلها لكن لسه في سؤال مهم جدا وبيشغل بال كتير مننا هل أنصف التاريخ ثورة 23 يوليو إيه اللي لم يذكروا التاريخ حتى الآن عن هذه الثورة